تجارب كثيرة مقيد فإليك ألتجه طالبان خلاص ويا عفر الله أم الكلمة من الشداء اللي وصلها بخلصيني الأيقونة الأخيرة السريعة الاستجابة أو بالتسمية الشعبية اللي هي اسمها لا تسودني هلأيقونة هذه بحسب التقليد تعود إلى القرن العاشر على زمن مؤسس الدير القديس نيوفيتوس اللي أهداها للدير وبئت من هذا الوقت حتى يومنا هذا هلأيقونة موجودة على الباب المؤدي للممر ما بين غرفة الطعام والمطبخ بالقرن السابع عشر الميلادي الراهب المسؤول عن المائدة اللي كان يضطر يمر دائما من هذا الممر وغالبا بالليالي كان مضطر يشعل الموقد فكان يحمل بيده شعله من النار ويمر دائما من أمام هذه الأيقونة عدة مرات مر من المرات بيسمع صوت هالراهب كان اسمه نيلوس صوت بيقل له يا نيلوس انتبه ما بقى تسودني ما بقى تسودني انتبه انت وعما تمر أول شي خاف بعدين انه شو هذا الصوت افتكر حدين من الرفقات والرهبان عم يحكي معه بطريقة معينة فما أخدوا ما عطا تكررت الحادسة عدة مرات وكل مرات كان يقول حدين عم يعمل فيني فصل معين إلى أن مر من المرات بيظهر الصوت واضح انه يا نيلوس انت غير مستحق يكون اسمك راهب انت ما عم تسمع صلي قديش بيقلك انا انتبه ما بقى تسودني بهالمشعل اللي عم تحمله فلهيك بدي أعطيك علامة انك انت تكون حذر كل حياتك فأصيب هذا الراهب بالعمى وبيعرف انه نتيجة عدم استجابته للأصوات اللي كان يسمعها اللي كانت العذرة تناديه وتقول له ما بقى تسودني ما بقى تسودني بيعتبر نفسه انه هو مستأهل لهالعقوبة هذي لإهماله وليتقصيره تاني يوم الصبح بيجوا الرهبان بيشوفوه أمام الأيقونة عم يبكي وهو فاقد النظر وبيحكي لهم القصة من هداك الوقت بيغير المكان اللي بدي مر منه الشخص وبيعملوا أنديل أمام هذه الأيقونة وبيكلفوا كاهن راهب بإقامة الصلوات أمام هذه الأيقونة وهل راهب نيلوس بيوازب على الصلوات بتوبة وبدموع العذرة بعد فترة بتظهر له بتقله انه أنا قبلت توبتك والعلامة اللي أعطيتك هي أنك بدك ترجع تشفى وبدك تكون أنت الملازم لأيقونتي وشاهد لإله وبتخبر كل الأخوتك الرهبان وكل المسيحيين مؤمنين أني أنا من يوم مرايح أنا المستجيبة لكل دعوات ولكل الصلوات اللي بيصلوها وأنا من اليوم مرايح بيصير اسمي سريعة الاستجابة لأنه بالوقت اللي بتطلبه أنا راحكون ملبية لكل هذه الصلوات والطلبات طبعا الأيقونة شهيرة خصص لها من ذلك القرن السابع عشر حتى اليوم وإلى المنقضة بنعمة الرب خصص لها